هنبدأ معاك وجولتنا الرياضية بفوز منتخب الأكوادور على منتخب قطر بنتيجة 2-0 في الموجهة الافتتاحية لنسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم واللي جمعت المنتخبين على استاد البيت بمدينة الخور في قطر استقر اليو سي سي مدرب منتخب السنغال عن بديل النجم ساديوماني في قائمة أسود تيرانجا ببطولة كأس العالم 2022 في قطر وأكدت التقارير السنغالية أن سي سي استدعى موسى نداي الظهير الشمال لفريق اندرلاخت البلجيكي وذلك علشان تعويض غياب ماني بعد إصابته واستبعاده من قائمة المنتخب في المونديال من ناحية تانية الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف حرصة على توجيه رسالة دعم المنتخبات الافريقية المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 وهي تونس وسنغال والمغرب وغانا والكاميرون وينشر حساب الكافة صورة المنتخبات الخمسة المشاركة في بطولة وعلقة وقال بالتوفيق لممثلي قارة افريقيا في رحلتهم بكأس العالم 2022 وأكدت تقارير أرجنتينية جهزية النج ميلاني الميسي لعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي لقيادة منتخب الأرجنتين في لقاء المنتخب السعودي واللي هيتلاعب بكرة الساعة 12 الظهر وده ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس العالم 2022 ورجع ميسي لتدريبات منتخب الأرجنتين الجماعية بشكل طبيعي خصوصا بعد مخض تدريبات منفردة خلال الأيام اللي فاتت بسبب معاناة من إجهاد عضلية جارث ثاوثي جيت المدير الفني لمنتخب الإنجليزي أكد غياب كايل ووكر وجيمس مادسون عن مباراة إيران اللي تتلاقي بالنهاردة وده ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم ثاوثي جيت قال خلال المؤتمر الصحة في المباراة إن كايل ووكر ومش هيكونوا موجودين مش هيلعبوا كمان قدام منتخب إيران وجيمس مادسون ما قدرش يشارك في التدريبات وبالتالي مش هنشوفه في المباراة النهاردة كشفت تقارير صحفية فرنسية عن إصابة إدوارد كامان فنجا في بداية تدريبات منتخب فرنسا بارح استعداد المباراة اللي افتتاحية للديوك في نهائيات كأس العالم وقالت التقارير إن كامافنجا بيعاني من إزعاج عضلي بسيط ويبنع عليه فضل الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي أنه يريحه ما يدفعش به علشان إصابة ما تدفقمش كمان فاز المنتخب الأولمبي لكرة القدم على نظر المغربي 2-1 في المباراة الوضية التانية اللي جمعت المنتخبين في الرباط وضع دمن استعدادات المنتخب الأولمبي للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 اتعادل منتخب مصر للشباب موريد 2003 بقيادة محمود جابر سلبيا مع نظره البنيني في المباراة الوضية التانية اللي تلعبت على استاد القاهرة الدولي وبكده خلصت جولتنا الرياضية هرجع مرة تانية المصطفى وبسانت علشان نكمل معكم فقرات صباحة اليام شكرا لك يدينا